وفي طال زيارة دولة التي قام بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعا للأردن وقعت سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين جهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومثلة في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالأردن وتتصل المذكرة بتعزيز فرص الاستثمار المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغذاء والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية وقع المذكرة من جانب سلطنة عمان معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومن الجانب الأردني معالي الدكتور عز الدين كناكرية رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اشتركوا في القناة